موسيقى بونجور أهلا بكم من جديد موقع تعليم اللغة الفرنسية ومعكم جمال عسكر يقدمان لكم طلاب وطالبات الصف الأول السانوي درس جديد من دروس اللغة الفرنسية الترم الثاني الوحدة الثالثة الدرس الثاني أعزائي ما زلنا في الوحدة الثالثة درس جديد من دروس اللغة الفرنسية ومعنا أعزائي ماذا نتعلم في هذا الدرس؟ نتعلم المواد الدراسية دماندي دير لغة نسأل ونذكر الساعة نتعلم كلمات الاستفهام التالية كال أكلغ كون نتعلم كيف نستخدم صفات النكرة تو توت تو توت نبدأ مع لجوغ دولاسومين أيام الأسبوع لجوغ دولاسومين أيام الأسبوع في مصر تبقى تبدأ يوم السبت لسامدي أما في فرنسا أيام الأسبوع تبدأ لندي يوم الاسنين لسامدي لندي تعالوا بينا نستعرض أيام الأسبوع حسب الترتيب العربي بعض الاربي لسامدي لدمج لندج لمرضي 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 لجودي لمرضي استخدامات أيام الأسبوع للتعبير عن التاريخ لا نستخدم أداة المعرفة ل مع أيام الأسبوع في هذه الجملة استخدمت يوم الأسنين بدون أداة معرفة لأن هنا أشير إلى التاريخ يوم زهابي إلى مدينة باريس هو السلساء 5 فبراير هنا أشير إلى تاريخ اليوم لم أستخدم أداة المعرفة هنا أيضا لم نستخدم أداة المعرفة مع يوم الأسنين لأن هنا أشير إلى التاريخ تسبق أيام الأسبوع بأداة المعرفة ل للدلالة على عادة تتكرر في هذا اليوم أعني هنا في هذه الجملة أن أداة المعرفة إذا وضعت أمام اليوم تدل على تكرار الحدث أنا أقول كل اتنين شكلا دي أنا أذهب إلى باريس إذن أداة المعرفة تدل على تكرار الحدث في هذا اليوم مثال آخر كل أيام الأربعاء استخدام الأداة المعرفة هنا دل على تكرار الحدث وهو أن الأولاد يذهب إلى السينما كل يوم أربع لماتيار سكولير المواد الدراسية عندنا كلمة إن ماتيار بمعنى مادة هذه الكلمة مفرد مؤنس أما سكولير فهي صفة بمعنى مدرسي جمع مؤنس لأنه سبقها كلمة ماتيار المؤنس ولكن لاحظ عزيز الطالب أن كلمة سكولير تنتهي بالحرف أ في المذكر و المؤنس تعالوا بينا نتابع مع بعض و نسمع المواد الدراسية دعم كلمة ight الكلمة den ط Александ القليل العليم l'Histoire la Géographie l'Éducation Civique l'Éducation Musicale les Arts Plastiques la Technologie la Physique la Chimie l'Éducation Physique et Sportive les Sciences de la Vie et de la Terre l'Éducation 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 في المدرسة في فرنسا. مات اختصار ماتيماتيك بيو بيولوجي است استوار جيو جيوغرافي فيلو فلوسوفي تكنو تكنولوجي او بي اس اي ديكاتيون فيزيك اي سبورتيو س فيت سيانس دو لفي اي دو لاتير بور اكس بريمي ديگو سكولير بور اكس بريمي لكي نوابر عن ديگو سكولير الميول المدرسية نستخدم الافعال الافعال التالية برب اي مي يحب بريفري يفضل ادوري يعشق دي تستي يكره جيم لفرنسي انا احب اللغة الفرنسية الى دور الى دور الاستوار انه يعشق التاريخ نو بريفرن لمات نحن نفضل الرياضيات ال دي تست لانجلي هو يكره اللغة الانجليزية اذا عزيز الطالب لكي نعبر عن ديگو سكولير الميول الدراسية نستخدم هذه الافعال مع المواد الدراسية الافعال ايمي بريفري ادوري دي تستي كلها كما علمنا من قبل افعال مجموعة اولا برافو عليك لانها بتنتهي بالحرفين او ار بور بارلي دي لكي نتحدث عن جدول المواعيد نستخدم التالي فعل افوار يملك مع المادة الدراسية اين ماتيار ناخد مثال ج فرانسي انا عندي مادة اللغة الفرنسية ل سمدي يوم السبت لاحظ عزيز الطالب ان انا استخدمت فرب افوار والمادة الدراسية اللي هي فرانسي بدون اداء الى شيمي او جردوي هي عندها مادة الكيمياء او جردوي اليوم او النهاردة جي جي كور د اس س في ت او ديزر في الساعة العاشرة عندي عندي حصة علوم الحياة والارض اس في ت ادي زر في الساعة العاشرة لاحظ التالي استخدمت فرب افوار مع كلمة كور د حصة واضفت بعدهم المادة الدراسية اذا عزيز الطالب لكي اعبر عن جدول مواعيدي استخدم فرب افوار زائد المادة الدراسية بدون اداة كما في المثال الاول والثاني اما المثال الثالث فاستخدمت فرب افوار مع التعبير كور د حصة بالاضافة الى المادة الدراسية بدون اداة زائد التوقيت دير لور نذكر الساعة عزيزي الطالب كمان دير لور ان فرنسي كيف نذكر الساعة باللغة الفرنسية تعالوا بينا نسأل عن الساعة باستخدام التلات اسئلة الاتية كيلر اتيل سيلفو بلي استخدمنا كلمة الاستفهام المفرد المؤنس كيل بمعنى ما لان كلمة ار اللي هي معناها ساعة مفرد مؤنس في ملحوظة مهمة كلمة كيل مفرد مؤنس ولكن الضمير إيل مفرد مذكر علشان ما نتلخبطش بين الاتنين اما سيلفو بلي معناها من فضلك اذا السؤال كم الساعة من فضلك السؤال بطريقة تانية كيلر إيلي السؤال بطريقة تالتة إيلي كيلر كم الساعة تعالوا بينا نشوف ازاي نعبر عن الساعة بطرق مختلفة لما حب عبر عن الساعة بستخدم الضمير إيل وذرب إتر الساعة الواحدة إيلي إيناغ ممكن أقول إيلي إيناغ بيل أي أنها الواحدة تماما الساعة الواحدة والربع ممكن عبر عنها بطريقتين إيلي إيناغ إنها الواحدة كنز وخمستاشر دقيقة أو إيلي إيناغ إيكاغ أي أنها الساعة الواحدة وكار أي وربعة إذن كنز يعني خمستاشر دقيقة إيكار أي وربعة الساعة الواحدة وثلث إيلي إيناغ ذا إيلي إيناغ ذا أي الواحدة وعشرون دقيقة الساعة الواحدة والنصف إيلي إيناغ وثلث 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 موان موان يعني إلا سلث موان إلا وفان يعني عشرين ولكن هنا بمعنى سلث الواحدة وخمس واربعون دقيقة أو اتنين إلا ربع إيلي إيناغ كارون تسنك كارون تسنك أي خمس واربعين دقيقة أو بطريقة أخرى إيلي دوز موان لوكار السانية إلا موان بمعنى إلا لوكار ربع موان لوكار الساعة الواحدة وخمس وخمس دقيقة أو الثانية إلا خمسة إلي إيناغ سنك سنك أي الواحدة وخمس وخمس دقيقة سنك أو بطريقة أخرى إلي دوز أغ الساعة السانية موان سنك موان إلا سنك خمسة الساعة السانية عشر زهرا إلي دوز إنها السانية عشر أو بطريقة أخرى إلي ميدي إنه منتصف النهار إلي ميدي أما الساعة أربعة وعشرين أي السانية عشر ليلا في مصر إلي وين كاتر إنها الساعة الرابعة والعشرين إلي وين كاتر أو بطريقة أخرى إلي من وي إنه منتصف الليل إلي من وي عزيزي الطالب لنتحدث عن فترة من فترات اليوم نقول المتان أي في الصبح أ ميدي أي في الظهر لبري ميدي أي بعد الظهر لسوار أي في المساء لنوي أي في الليل آ منوي أي في منتصف الليل لاحظ أننا نستخدم أداة المعرفة أمام متان الصبح أبري ميدي بعد الظهر سوار مساء نوي في الليل أما ميدي الظهر ومنوي منتصف الليل نستخدم حرف الجر آ لمتان في الصباح جمات عندي حسة رياضيات آ ميدي في الظهر أذهب إلى مطعم المدرسة أجو الفوتبول نلعب كرة القدم لبري ميدي بعد الظهر الساعة تسبق بحرف الجر آ جو جو فيزة لكول آ ست أجوزة أجوزة أنا أذهب إلى المدرسة في الساعة السابعة يمكن إضافة فترة من فترات النهار إلى الساعة كالتالي دي دي ماتين صباحا دي لابري ميدي بعد الظهر دي سوار مساء ناخد مثال جو فيزو كلوب آ تروازر في الساعة السالسة دي لابري ميدي عصرا لو هتكلم عن عطلة نهاية الأسبوع هقول le week end في عطلة نهاية الأسبوع جو ذي أنا أذهب أكلب إلى النادي أعزائي تعالوا بينا نستعرض l'interrogation أو الاستفهام في اللغة الفرنسية الموجود في الدرس الثاني هنستعرض كلمات الاستفهام على شكل مواقف يلا بينا نشوف أول موقف تيدو موند تسأل أتون كوبان صديقة ساماتيير مادته بريفيري المفضلة ك دي تي ماذا تقول عندما أسأل عن المادة المفضلة هستخدم كلمة الاستفهام كل ولكن انتظر عزيزي الطالب عندنا أربع كلمات لهم نفس المعنى ما أو أي كل مفرد مذكر كل مفرد مؤنس إذا أضفنا س هنا تبقى جمع مذكر وهنا تبقى جمع مؤنس إذن أنا عندي أربع كلمات بمعنى ما أو أي بختار الكلمة المناسبة حسب الاسم اللي أنا بسأل عنه هنا بسأل عن المادة الدراسية هقول كل ماتيير أي مادة دراسية تي بريفير أنت تفضل ممكن أعبر عن السؤال ده بطريقة مختلفة هقول كلمة هي تا ماتيير مادتك الدراسية بريفير المفضلة عزيز الطالب لاحظ أن كل يأتي بعدها الاسم اللي أنا بسأل عنه أو يأتي بعدها فيرب اتر ثم الاسم والصفة الصفة هنا من في آخرها أو للتأنيس لأن كلمة ماتيير كلمة مؤنسة والصفة تتبع الاسم في اللغة الفرنسية تنا ميت دوموند صديقك يسألك بوركو لماذا تفاو سيدي لماذا تذهب إلى مكتبة الوساط كسك تدي ماذا تقول لاحظ أننا استخدمت كلمة الاستفهام بوركو بوركو بمعنى لماذا وتسأل عن السبب علشان أجاوب على السؤال ده لازم استخدم كلمة من الكلمات التالية كار لأن بارسكو لأن ويأتي بعد كار وبرسكو جملة كاملة بور لكي ويأتي بعدها فعل في المصدر هجاوب على السؤال وهقول ج ويأتي 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 مكتبة الوسائط بارسكو لأن لا تروس في المقلمة هجاوب على السؤال واستخدم كلمة الاستفهام كل جمع المذكر لأن هستخدم الاسم أبجي هقول كل أبجي أي أشياء إليا توجد دون تتروس في مقلمتك أو بطريقة أخرى هقول كسك هستخدم كلمة الاستفهام بمعنى ماذا كسك إليا ماذا يوجد دون في لاتروس المقلمة بورس انفرمي سير لكي نستعلم عن لنبولوى دي تون جدول المواعيد دون أمي لساديقك كو دي تي ماذا تقول كال ماتيير أي ماد تي عندك ل مردي يوم السوليسي كال موانسا لأن الماد موانسا بور دماندي أتون أمي سن غو سكولير كو دي تي لكي تسأل صديقك عن ميله الدراسي ماذا تقول ذكرنا في هذا الدرس أن للتعبير عن الميول الدراسية نستخدم الأفعال الآتية لكي تسأل كما نسأل زميلي عن ميوله الدراسية، هقول كالماتير أي مادة كما ذكرنا في هذا الدرس منذ قليل تسأل صديقك عن الساعة كو دي تي ماذا تقول للسؤال عن الساعة هقول كال أغ اي تيل كم الساعة او بطريقة اخرى ايلي كيلور كم الساعة اذا للسؤال عن الساعة استخدم كلمة الاستفهام المؤنسة كيل لان كلمة مؤنسة لا تنسى عزيز الطالب اننا نستخدم الضمير إيل المفرد المذكر في السؤال وفي الإجابة تي دوماند اتون كوبان تسأل صديقك لور عن موعد دو سنعرفي وصوله وليسي إلى المدرسة كو دي تي ماذا تقول السؤال بتاعي هيبقى او كيلور في اي ساعة استخدمنا حرف الجر او قبل كيل علشان اقول في اي ساعة تي اريف تصل وليسي إلى المدرسة مجموعة اولى بمعنى يصل إذن عندي اكلور بمعنى في اي ساعة تي دوماند اتون كوبان تسأل صديقك لزاس فيتي مادة علوم الحياة والأرض سكوى ما هي كسكيل دي ماذا يقول صديقك هيقول تسأل صديقك لغ موعد دي درنية كور الحسة الاخيرة كسك تي دي ماذا تقول لغ موعد درنية كور اي الحسة الاخيرة كمانس تبدأ كمانس تبدأ اكلور في اي ساعة تي دوماند اتون كوبان تسأل صديقك عن لنمبر عدد دوكور الحسة بار جور بار جور اي يوميا كو دي تي ماذا تقول السؤال السؤال هيبقى تيا كم بيان دو انت لديك كم من كور الحسة بار جور يوميا كم بيان دو كلمة بمعنى كم من وتسأل عن العدد وتأتي في بداية الجملة او في وسطها ويأتي بعدها كلمة جمع ولا نغير شكل حرف الجر دو ابدا بعد كم بيان المعنى الاجمالي انت عندك كم من الحصص يوميا تي دوماند اتون كوبان تسأل صديقك كون متى كلمة الاستفام كون معناها متى وتسأل عن الزمن متى الوا لكل يذهب الى المدرسة كو دي تي ماذا تقول كون متى تي و تذهب ا لكل الى المدرسة لاحظ ان انا ممكن استخد كلمة الاستفام كون في بداية الجملة الجملة او في اخرها تي لكل كون متى تذهب الى المدرسة صفات الى المدرسة قبل مؤنس ناخد ناخد مثال التلاميز تول 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 لجور كل الايام عزيز الطالب ما الفرق بين كلمة شك بمعنى كل و صفات النكرى التي ذكرناها منذ خليل شك كلمة بمعنى كل يأتي بعدها اسم مفرد بدون اداة هقول شك فندردي اي كل يوم جمعة لكن لو هستخدم تو هقول تو ل فندردي كل يوم جمعة شك يأتي بعدها كلمة مفرد بدون اداة اما صفات النكرى تتنوع حسب الاسم الذي يأتي بعدها مفرد مذكر كما ذكرنا منذ قليل تو جمع مذكر توت مفرد مؤنس وتوت في اخرها اس جمع مؤنس دعو 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 بحو ادعو دعو Il va Elle va On va Nous allons Vous allez Ils vont Elles vont Écoute les heures et retrouve l'horloge Il est onze heures et quart Il est six heures moins vingt Il est huit heures dix Il est trois heures et demie Il est midi Il est six heures اشتركوا في القناة